يقول من كان في مكة وسيقيم فيها ثلاثة ايام هل يصل السنن الرواتب اذا كان اقامته قصيرة وسيسافر فاذا ان صلى وحده او مع ناس مثلهم سافرين يقصرون الصلاة ولا يصلون الرواتب الا الفجر الفجر لا تترك راتبته اما اذا صلى مع الناس في المسجد الحرام او في احد المساجد فانه يتم الصلاة معهم ويأتي بالرواتب